موسيقى الله بالخير مشاهدينا وأهلا وسهلا بكم اليوم بحلقة جديدة وسوالة في النهار وحديث النهار وحقيقة كثير من النقاط بعض المواطنين حملوا نياها في إحدى دوائر الدولة نتحدث عنها وفي حديث المقاهي اللي تعودنا دائما أن ننقل رأي المواطن والشارع العراقي أصبح اليوم الرأي حاد والكلام ربما لا يشبه الكلام الذي قيله قبل سنوات هل يتحمل العراقيون مأساة أخرى ومجاعة أخرى وقطوعات للرواتب وعدم وجود حصة تموينية وغرق للعاصمة وسيطرات قاتلة خانقة هل قاتل مواطن العراقي في حيرة من أمره إلى ما يشكو أمره ضمن احتياجات يومية قاتلة خانقة فقر متقع وتزييف وتزوير وسرقة للمال العام وسرقة لحقوق المواطن اليوم سنتحدث هل سيحاسب المفسدون الجماعة اللي فزدوا في سنوات سابقة وقسم بقوا ويقابحون المواطن بعيون ماكرة وقسم آخر لا خرجوا خارج العراق هل سيتم محاسبة هؤلاء طيب يبقى العراق من معطيات مئات السيطرات في المناطق وتحويل العاصمة العراقية إلى معسكر هل عسكرة المجتمع العراقي ضرورة يحتاجها المواطن هاي محاورنا اللي راح نسولف منها إضافة إلى مناشدة إلى وزير العدل لفيف وعدد كبير من أبناء العراق أبناء الصحوات اللي هم يعملون في دوائر وزارات وزارة العدل كتاب العدول ودوائر أخرى تابع لوزارة العدل سبع سنوات دون أن يثبت هؤلاء والله يجعني واحد قل لاني عندي ست بنات وما عندي ولا ولد وبسهل واحد أركض وأعيشهم يعني الله ليقول إذا صار شيء منه لهم ذولي البنات قلت له والله كلامك منطق فأتمنى بالمكتب الإعلامي لوزارة العدل لوزير العدل أن ينقل معاناة لفيف وعدد كبير من العاملين في مقرات وفروع ومديريات وزارة العدل من عدم يعانون من عدم التثبيت ضمن الملاكات كما عملت بقية دوائر الدولة وذولي أصحاب عوائل وهم التفاتة لهم قد تدفع بلاء عن الوزير أو عن من يعملون بوزارة العدل نرجع لموضوعنا يبقى الفاسد يلعب بكيفه ويلحبل على الغارب دون أي حاسب تبقى هاي السيطرات اللي أصبحت فيها عسكر المجتمع ويوميا نسمع قيادة العمليات رفع تسعة آلاف سيطرة ولما نجي للشارع ورا كل تصريح نلقي زخم قاتل يا جماعة فهمونا دو الضحكون علينا الضحكون علينا في سكوم هاي التصريحات من الواقع عين هي أتمنى بأي مواطن يجي يقول لي المنطقة مالتنا ما بيها زخم ونروح للدوائر ونجي براحتنا ليه صار وضعنا هالشكل ليش القلبة المعادلة سيطرات كثيرة وحوادث كثيرة أيام زمان بغداد كلها مخارج العاصمة في زمن الأنظمة اللي مقبلوا ويتكلمون عليها في عملها ويعني قد يكون هذا رأي أربع سيطرات هي التي تحكم بغداد العاصمة مو مئات ولا آلاف السيطرات وطير مكان يقدر يطير طلقة وحدة إذا ضربت في منطقة شعبية على سبيل المثال عشر دقائق لا أكثر عشر دقائق وتجي الأجهزة الأمنية وتحاسب من عمل هذا العمل مخالفة في أي دائرة من دوائر الدولة موظف طلب رشا شرطي ده يوصل معاملة طلب فد مبلغ معين بنفس اللحظة هذا الشرطي إن شال وتحاسب وأودع في مكان مناسب بعد أخذ الإجراءات القانونية ليش الحبل على الغارب هذه الأيام من المسؤول طيب يبقى هذا الوضع شنو دور الشباب ما هو دور الشباب في هذه المرحلة المهمة هل سينتخب الشباب وأبناء المجتمع نفس السياسيين نفس الوجوه الباقونة علما أنه عيني ترى السياسي لعبها خوش لعبة هم هاي فرصة حتى نحكي لكم في توعيتنا في برنامج سوالة في النهار أو حديث قناة النهار أبودنا يسمعونه طليعة المجتمع هم الشباب كل العالم في حساباته الخمسية والاقتصادية يحسب حساب الشباب لأن هم اللي راح يقودون البلد إلى مناصي التطور أو يعيشون حالة التخلف كالتي نعيشها في هذه الأيام ورجعنا قللي وراء والأمطار والفيضان ومن أول مطرة حضروا الإعلاميين بالأمانة برأوا هؤلاء الجهابذة ومينة العاصمة والجهابذة وطلعوا بالتبريرات 62 مليون مطرة الدنيا الشبكة لا تستوعب مياه الأمطار والله كلامكم صح بس هذا شوقت بالثمانينات من 2003 إلى يومنا ماذا قدم المسؤولون والمعنيون في الدوائر الخدمية وأمانة العاصمة مع التقدير للجهود الطيبة اللي تبذل احنا ما نذكر اكو جهود عظيمة تبذل من أمانة العاصمة رفع النفايات 80 ألف طن فقط في بعض من مناطق بغداد كمدينة الصدر والشعب وغيرها عند إحصائية 80 ألف طن يرفع يوميا من هاي المناطق هذا جهد لكن بيعتب هذا جهد لكن بيعتب جهد انقدرة ونقول بارك الله بيهم لكن العتب إلى متى تبقى العاصمة غرقانة والله اليوم واحد من أصدقائنا جاء بنا فيلم أنا عبالي بيطاليا بالبندقية قال لها عيني هاي بناحية حي البتول هاي بحي البتول قرب ساحة التقاطع أو شارع النصر موجودة وإحنا طلعنا قبل هاي المنطقة اليوم بالمطرة باعوها راح يطلعو لكم إياه الإخوان وشوفوا هاي المنطقة وراح أقول لكم وين هاي المنطقة شوفوا الفيلم هذا الفيلم يا جماعة في منطقة حي البتول وفلكة حي النصر حي البتول إذا يسمعون الدوائر البلدية وفلكة حي النصر طريق حيوي ستراتيجي المواطنين يقولون يؤدي إلى الجسر الفرنسي وإلى منطقة شاعورة ومجدر وشارع السعادة لك والله خوز السعادة ما ليسموها حي السعادة خوز السعادة وشارع خان بني سعد هاي المناطق هذا الشارع اللي دشوفوه هذا المويعيوني هذا مو نهر حتى نصيد بالسميج وإنما بفعل مطرة شوية يعني داستويان المطرة ميانة تحولت هذه المنطقة في حي البتول فلكة حي النصر إلى بحيرة وهل المجر هاي إلى أنظار المعنيين إلى أنظار أمانة العاصمة إلى من يعنيهم الأمر هذه هي المنطقة حي البتول لاحظوا الصورة شوفوا المي السيارات شون بيعني بصعوبة وفلكة حي النصر وين طريق حيوي ستراتيجي هذا يودينا للجسر الفرنسي لشاعورة ومجدر والباقي عليكم التبعد اه شوفوا هاي اللقطات نرجع نكمل حوارنا أخواني شفنا هذا الفيلم ولاحظتوا شلون صوروا زملائنا ودننتظر إجراءات الأمانة طبعا لو أريد نصور بغداد يعني مناطق في بغداد لا عيني تطلع القضية غير شكيل وغير حساب لها ولكن احنا خصصنا حلقة هذا اليوم ما هو دور الشباب في المرحلة القادمة أولا هل سيحاسب المفسدون ومن سيحاسب من سرق المال العام انه ابنه انه خذنه على حين غره كما يقال في اللغة العربية باقونا غفل الجماعة هاي بتجيل فيه نحشيها زين يضل هذا البوق نفس الوجوه تتغير راح نبه إلى أخواننا الشباب أبنائنا وأخواتنا ومهاتنا وعماتنا إلى المجتمع العراقي السياسيون حتى ننور في هاي المرحلة بدأوا منذ هذه اللحظة من اليوم البارحة قبل شهر بالبحث عن وجوه جديدة احنا دننوركم حتى لا تقعون بنفس الخطأ اللي وقعنا به وهم طلعونا نفس الوجوه الكالحة وحطوا صور للشباب ومعلومات المهندس المستقل فلان العلاني يخدم ابناء فلان منطقة أصلا من بابل أصلا من نديالة وبالنتيجة كذب وزور وبهتان لأن هذا المسكين يجمع الأصوات يضحكون علي ذول المسؤولين الكبار بالكتل وراها جمعوا الأصوات صعدوا بالأحزاب والحزب الأكبر والكتلة الأكبر وهاي نصب الدستور الكتلة الأكبر هي التي تشكل الحكومة الطامة الكبرى هل سيطالب طليعة الشباب المثقف الواعي بتغيير الدستور العراقي البائس؟ الدستور كفل حق السياسيين نحكيها لله السياسي البرلماني كفلها الدستور بيت والدستور كفلها راتب سيارات جكسارات وصفحات مدعمات حمايات كلها بالتاء كفلها الدستور ذني مكفولات على الواعز وية جكسارات والحمايات والبيوتات مكفولة الدستور كفل لكل وزير تقاعد لو سنتين ياخد تقاعد كما كفل لرئيس تولى العراق لأربعة أشهر الله يذكره بالخير الياور وإلى الآن يتقاضى فوق الخمسين مليون دينار عراقي شهريا خمسين مليون دينار عراقي شهريا أو دولار ما متأكد من المعلومة وهو في لندن وليس في العراق الدستور الذي أعطى حقوقا لمسؤولين خلصوا الحكم بالمستشفى بلمانيا وفرنسا وبيطاليا وطلعوا نفسهم على التقاعد هذا دستورنا الدستور الذي يصبح مثل المطاط كيف ما يشاء البعض يمطبي إليه أما من يجي يم الفقير ينقف لهذا الحبل المطاط أو هذا اللاستيق المطاط وما ينطي أي حق للمواطن يبقى هذا الحال طبعا لا أنا أطمنكم هناك نخبة من الشباب الواعي المثقف بدأوا بجمع الملفات ووصلوا إلى مئات بل آلاف الوثائق الدامغة بها دليل بها صورة بها اعتراف ماكو تحقيق ولا حد محقق هذه كلها راح تجمع وتأخذ إلى منظمات عالمية هذا خبر مؤكد اخذوا من عندنا من قناة النهار اخذوا من العزاوي ستنقل إلى خارج العراق ويعقد مؤتمر دولي لا برعاية السعودية ولا قطر ولا كويت ولا أردن ولا غير ماك ولا إيران ولا سوريا ما لهم علاقة جماعة زين عيني هذا راح يعقد المؤتمر وسيتم بموجبه منه محاسبة من سرق المال العام منه سرق المال العام راح يقول له لأوقف عيني اجاكي الاحساب زين هذا إذن المجتمع العراقي أمانه في رقبة الشباب الشباب المفروض شي سوون يعدون العدة الوجوه الكالحة التي حكمتنا وسرقت المال العام وكرهناها لك والله حتى فوتو جونيك ما بيهم واحدهم يطلع مدري شونة أجقهم حتى لبس ما يعرف بعضهم يلبس وطلع فرض نفسه علينا وبنشرة الأخبار نفس الوجوه نفس الترتيبة يتتكرر ما يصير ما عدنا بالعراق ما يولدون بس هؤلاء طبعا لا السؤال زين أيضا ضمن المعطيات هناك العديد من النقاط التي ينبغي أن نذكر بيها في زمن الظلام أيها سيقول لك هاي الحقبة الراحات مرت من العراق حقبة ظلماء صلعاء فيها ظلم وقتل وتكميم للأفواه والحريات وقتل إلى الرأي اللي يقول المواطن وأني والله بقوة أضم صوتي إلى صوتكم أقول نعم نعم الفترة اللي حكم بيها صدام ظلم وطغيان ودكتاتو كل نعم وما حد يقدر يحكي همي النعم لكن أسأل سؤال صغير نسبة المجاعة في زمن الظالم هل كانت بنفس النسبة في زمن تولي المظلوم إلى الحكم سؤال وأسأل هاي الحجية القوة قاعدين من التلفزيون والدحج علينا أسألها تنظر إنه حجية قبل أحسن المواد الغذائية بروحهم مش له هسة ها زيان الحجي اللي أيضا حاط الشاي والسبح وديباوة علينا حجينا الله والخير غاتي أنت والعائلة أسئلك سؤال حجي هذا الجمهور يرد الرأي العام وليس الإعلام الإعلام يعرف بس تلحظنا ما نتنا الرأي العام أنت حجي والعائلة والحجية والبنات الله يحفظكم ودي تباوح علينا أسئلك سؤال أيهما أفضل الحصة قبول لو هسة ها زيان الست مديرة مديرة مدرسة وستوها فرغت وقاعدة ودت تفرج ودارتها على قناة النهار بالصدفة طلعنا لها إحنا بالصدفة يعني ما محسوبة ريد نسأل الست باعتقادك وأنتي مثقفة ومديرة ثانوية هل الفترة التي جاع بها فقراء الناس هاي المرحلة لو بالمراحل السابقة دون أن نسمي فترة حتى لا يقولون يذكرنا بالنظام وذلك روحة بلا ردة ها عندك رأي إذن جميع الآراء تتفق أنه إبان نظام الظالم كانت هناك 12 حصة على الأقل يستلم المواطن لا يطلع واحد يقول لي ماكو هذا الحشي أماسة كانوا ينطونه بعدد الأفراد شموا أحد خمسة خمسة ماسة تروح للوكيل يطيق خمسة ماسة زيان معجون كل بطاقة لهم قوطية وفي مرحلة من مراحل التوزيع الطونة طبقة بيض يذكرون تذكرون الحجاج والقدماء زيان الطحين أتحد عراقي إذا ما كان بكدس بيته بما لا يقل عن شي سين طحين تمام فاصولية على العدس على الصابون على الشامفو مرة طونة هاي وحدة من الفقرات اللي نريد نناقشها أنه الجماعة وعدونها بـ 54 مادة أنا ذكر من سقط النظام بعض الصحف المستقلة الأهلية نشرت عن مجلس الحكم العراقي طلعوا والبعض وقال لكم وروحهمي راح أشبع الشعب العراقي وروحهمي كل عائلة 54 مادة وحتى قرروننا بتصريحاتهم الكذابة أنه كل مواطن راح يحصل على مبلغ من المال من النفط الأبيض اللي ينفع باليوم الأسود ويجا اليوم الأسود لك عيني لا تشوخ ولا البداوي لا الحصة ولا الدولارات ولا النفطات ولا التمنات ولا العدسات جابوهن تمن مو هسة مال شهر العاشر والتاسع وغيره وغيره واللفط عليه أن الكل معرفنا ووزعوا حصة إحنا من الناس بيتنا ما استلمناها لأنها لا تصلح للأوادم زي أسأل سؤال السحنة قد منحش الفساد والفاسدين صارت استوانة مشروخة إيما هاي جريمة هاي جريمة هاي جريمة هسة ترتكب بحق الشعب العراقي هل فتح البرلمانيون واستدعوا وزير التجارة قالوا إلى لجلة العقود والمشتريات في التجارة تم استيراد الرز الفاسد التالف من المسؤول إذا تناول المواطن هذا الرز وأصيبه بأمراض قاتله بنقولون من الله يمرذكم يا المسؤولين بعضكم مو كلكم بعضكم اللي تجيبوننا الأكل اللي بيقولون إن شاء الله عليكم جاء النبي محمد بيش طالبينه ما حد يسأل المعادلة صعبة يا جماعة يعني إذا تريد تحط طفسك بينقوسيا في معادلة بما جرى ويجري وسيجري لك يشيب الصبي يشيب لهذه المعادلة مسألة مؤلمة مأساوية قارننا مقارنة بناحية واحدة هي الحصة والمواد الغذائية طلعنا 12 مادة أقل شي واليوم ثلاث مواد ومدى نحصلها طيب أنا بتقديري ليش ما الصارحون الشعب العراقي لما لا يتم مصارحة الشعب العراقي بما لا يدع مجال للشك أو الكلام يابا هذا باقنا هذا باقي الفلوس ما الوزارة التجارة ما الحصة وراح نجيبه من ذياله ونحطه بالعراق صارح الشعب هذا اللي باقي النفط هذا الوزير الباقي النفط مثلا اسمه فلان الفلاني وراح نجيبه نحاسبه بدأ المطالع بالخارج وعافنا هذا الباقي الدولارات وهكذا حتى على الأقل نشعر بآدميتنا ومواطنتنا وإنسانيتنا وليجي واحد يطلع صور الماضي السحيق ويقول ايبا اترحم على السبعينات والستينات كما يقال زيل الريد أيضا في سوالفنا في برنامج سوالف النهار حديث النهار من قناة النهار أن نتكلم عن عسكرة المجتمع لاحظوا كل دول العالم التي خاضت حروب طاحنة كالحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية التي اشتركت فيها ألمانيا والتحالف ودول المحور طرفين دول المحور والتحالف الألماني ودول ألمانيا كما يقال زيل هاي من اشتركت تركت درس يعني هذه الدول التي خاضت تلك الحروب خرجت بنتيجة أو قاسم مشترك قائلة أنني لن أدخل حرب مرة أخرى لاحظوا العالم من الحرب العالمية الثانية وإلى يومنا هذا ما دخل حروب يعني هاي ما حرب الكروات وصربيا وكرواتيا وشيشان يعني هاي هاي أيام أشكر وراحت حرب الفوكلند 45 يوم بين الأرجنتين وبريطانيا على جزر الفوكلند وبالتالي شوفوا قوة بريطانيا وإن لقنا الدرس بالطائرات الأرجنتينية لكن بالنتيجة انتهت وليست حرب كانت معارك العالم كيف دفع ضربة المعارك وهل خرج المجتمع بعد أن خسر أو ربح في تلك الحروب بنتيجة من هو الرابح في الحرب سؤال الجواب الذي انتصر بالحرب هو أكثر الخاسرين مالا وعدة الذي انتصر في الحرب حتى المنتصر في الحرب هو أكثر الخاسرين عدة وعددا ومالا وإلا شون انتصرت بقوة السلاح والبشر يعني قدم الضحايا من القتل والعبرياء وضحيت بالأموال وأنفقتها فيه سلاح متطور هو بالنتيجة خسارة بدل ما نعمر اتدمرنا بدل ما هاي البناية في زمن النظام السابق كانت بسيطة مهلهلة لازم نسويها عشر طوابق احنا تحولنا إلى أن نهدم البنايات ونوزعها للمسؤولين من سيصلح حال المجتمع؟ أنتم في حالك ينصلح أنت المسؤول ولما أنت المسؤول عن حالك لازم تعرف أن المجتمع مسؤولية مشتركة المجتمع مسؤولية مشتركة احنا مسؤولين عنها وإنت مسؤول عليها ولما أنت تكون جزء من حل هذه المشكلة لازم تعرف تمام المعرفة عليك أن تفكر بتمحيص ولا تسمح أن يتم التجاوز على الأرث وعلى التراث وعلى المال العام هل اشترك الشعب بضياع المال العام؟ نعم وألف نعم لا تقولون المسؤولين حرامية لا أنتوا قعدتوا أنتوا سكتوا وبعضكم حتى بالجرائد بالصحف بيعبر على الرأيه ولما نلتقي بالمواطن بالتلفزيون نقول له ايحك عبر على رأيك عبالك صخرة نتوسل به حتى يعبر على الرأيه طبعا السراق يتمادونه وينلاقيه بستان وما بيباب الفرح معا روحك عزيز علي قاله يا جماعة والنبي هذه والله بستان ما ملكه إنسان طامعين الناس بيها بنش وقت من زمان الرومان نريد نسمعها إن شاء الله هاي ناخذ فاصل ونسمع عزيز علي اش قال عن البستان والبستان المابي بيت شي يقول عنه هذا المونولوجست العراقي رحمه الله الذي عالج مشاكلنا قبل ستين سنة تغنى بمشاكل كأنه يرى المشهد العراقي بالمجهر غنى للحال قبل ستين سنة حسبونا يصير بينا هذه الأيام خلينا ناخذ فاصل ونرجع لكم يا جماعة والنبي احنا عزيز بستان جنة منا لجنان بيها ما تشتي لم تسمو الفوافق الألوان كل أرض من روشة سنة كلها ورد ريحان بيها الأنهار تجري مثل دجرة والفرات لعو الميل لعو الخمدي مو خمد مو خمد ماء الحياة لكن اللي يدري يدري وفر العالم ما تجري لكن اللي يدري وفر العالم ما تجري سرنا محد يدري فيه وقفها المستان جري صايران الأجمعين يا بلاد العربي hayو يعني سريد يا احسن absorbi له جاريين بهذا الحديد س Foreman supernatural يا هاة ومرت يا هاجمت سريد مشرق موسيقى معين وكام وطرا ومضاي يا جماعة النبي هادي والله بستان ما مبكها انسان واحنا يا وسبأ أهلها تاركيا مزمان بشكل من جاد خلها تصايرا خانجان بابا فلش مجمع الحرامي يردو طرقا عرعا فلم وادعينك فيها حب والمواطير النشام ذول حلوين الجهام والمواطير النشام ذول حيبين الجهام وصلوات على النبي نايمي نشلو النوم أمستري حب ذابي يا بلاد العربي زددي أحلى النبي يا مدين آب العديد أحني من آب المبي يا دنيا طب والمارد وانجم الاشنبي حياكم الله رجعنا مرة ثانية وحيشينا لكم ونتواصل بسوالفنا مشاهدين الكرام في سوالف النهار عن مجريات ومقدرات حدثت في هذا الوقت للمجتمع العراقي وربما سمعنا وقرينا لكن هاي المرة شفنا بعيونة ولمسنا الأمرين كما يقال فكرت قبل الفاصل وطيتكم يعني فدهنت أو تلميح عن السيطرات عسكرة المجتمع في كل دول العالم عندما يوجد الأمن يوجد الأمان مفردة مرادفة لأخرى قريبة منها الأمن يعني الأمان يعني تواجد رجال الأمن يعني معناه الأمان وإحنا الحمد لله والشكر رجال الأمن الأبطال وصنوف أخرى من الحشد وغيرهم وقوات أبطال وشرفاء ونجباء وطيبين وضحوا بالغالي والنفيس والله لم ولن ولا نتنازل عن رأينا أنهم أبطال وشرفاء ويستحقون كل الكلام قليل بحقهم وإحنا مو يمهاي المفردة يعني أنا خلي أغادر لأنني قلبا وقالبا إذا مو عندي من قرائبي ورحمي في الحشد وبالأجهزة الأمنية فكلامنا هراء لكن عدنا ونحمد الله على هؤلاء الأبطال مو هذا الموضوع الموضوع الرسمة التي أتكلم عنها رسمة المجتمع يعني أنا من أقول عسكرة المجتمع أنحني تقديرا للدفاع والداخلية والحجد الشعبي بكل صنوف أمو يمهم الكلام التخطيط في هذه الدولة هذا البلد يحتاج أن نعيد النظر مليون مرة به يحتاج أن نفلسف بعض الأشياء التي خطط لها المحتل العين خلينا نرجع بالذاكرة لي وراء إنشاء السيطرات إيجاد عمليات نحن من قالوا بله بتاريخ العراق من زمن الملكية 1919 ها عيني خلي نقول بالواحد وعشرين تولى رسميا فيصل بن الشريف حسين حكم العراق ملك العراق الذي أتى من الشام عبر باخرة سميت نورثبروك وجاء عن طريق البصرة في الباكرة وتولى حكم العراق لحين ما جاء الحكم الآخر المتوارث وحتى أسقط الحكم الملكي بالجمهورية العراقية في زمن 58 رحمة الله على روحه الزعيم عبد الكريم قاسم هاي الحقبة من فيصل أول إلى عبد الكريم إلى عبد السلام إلى عبد الرحمن إلى البكر إلى صدام إلى الحال أكو عندنا وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وهاتان الوزارتان هما المعنيان بالملف العمني ما نختلف وطورها وحتى وورده بنصم الحجد الشعبي وعلى رأسنا مو هذا موضوعنا يعني عمرنا وزماننا ما كنا نشوف بالمجتمع العراقي سيطرات انت رايح لبيتك سيطرة طالع من الشارع سيطرة طبيت يما بالتكان سيطرة عبرت الشارع دا تروح للسريع ببداية الجسر سيطرة نزلت من الجسر سيطرة انت متفتشت ببداية الجسر ليش لا تتفتش بنزولك من الجسر سيطرة هل فكر السياسيون هل فكر المجتمع شنو دلالة هاي السيطرات ليش بول بريمار الحاكم المدني الذي تولى إدارة الملف الأمني والشؤون الاجتماعية في العراق وترك العراق روح بلا رده هل فكر لماذا أعطى هذه الملفات الأمنية طبعا لازم نعرف انه تقسيم الأجهزة الأمنية وعمليات بغداد وعمليات فلان وعمليات الموصل عمليات اديال ما كان موجود بالسابق كان وزير الدفاع هو الذي يحكم كل ما يعنى بالجيش والعسكر ووزير الداخلية يحكم كل ما يعنى بالأجهزة الأمنية الداخلية وزارة الداخلية داخل العراق وزارة الدفاع حماية حدود العراق ما عندنا غير ذا لما اجه الحاكم المدني حتى يخلق حالة من الصراع وهنا الصراع خلينا نرجع صراع فكري عقائدي وليس صراع طبقي بين المستغل والمستغل والصراع الطبقي نرجع إلى الفكر الشيوعي بين العامل ورب العمل بين الإقطاعي والفلاح المدير لهذا المصنع والعامل فقير المستغل والمستغل الفقير لا هذا صراع فكري خلقت عندنا صراعات إتا اليوم ما تعرفش تسوي إتا اليوم قاعد بالسيارة ثلاث ساعات حتى توصل إلى محكمة ده تروح شاهد راح تكره نفسك راح تكره اللي قالك تعالي شهد لي راح تكره العرس واليوم اللي بيشهدت الهاي العروس أنك شاهد للزواج وراح تكره إنسانيتك وبالنتيجة لما تمر السيارات هاي هسه خصوصا منذ شهر وشوية كل السيطرات قطعة الطريقة سويتها طريق واحد ولما تفوت بالسيارة تلقي مع تقديرنا الأبناءنا الجنود دايسولفون وهاي أمة محمد مقلوبة مريضة وصعد السكر عندها الحجية واحد على شفير الموت ها؟ وقاعدين الناس دايسولفون واتكاتلك الازدحام على شنو ما تعرف طيب آني ويا السيطرات آني ويا الأجهزة الأمنية يا با آني ضد المنطق ويا هاي السيطرات الكبيرة هل حققت شيء؟ هل منعت هذه السيطرات التفجيرات؟ سؤال يعني هذه مئات السيطرات اللي احنا خليناها وقتلنا مناطق بغداد وجماليته مع احترامنا وأنا أسلفت أنه الداخلية والدفاع والحشد على راسي مو يمهم أنا أحكي على التنظيم على قانون الحياة في العراق كيف تغير وكيف أصبح المواطن العراقي قابق أو سين أو أدنى أن ينفجر ما يتحمل بعد هل منعت هذه السيطرات التفجيرات؟ بويا هاي المنطقة بالكاظمية مغلقة على راسي وعلى عيني هل منعت التفجيرات؟ كلا بل وصلت التفجيرات إلى أقوى المناطق أمنا وتحدت هذه السيطرات وفجرت كما حدثها في الكرادة حديث الشارع العراقي سابقا وحاليا تفجيرات اللي صارت في الكرادة ومدينة الصدر في الأسواق العامة في منطقة الشعب في مناطق بالشعلة والحرية في المحافظات إذن ماكو جدوى لما وضعنا هاي السيطرات وقتلنا الوقت وسوينا زخم على العالم والمواطن كره الدنيا والله العظيم كره الدنيا المواطن من وراء الاختناقات المرورية والزخم الكبير وماكو متنفس وما حد يسمع وثلاثة أرباع شوفوا أمام الله أقولوا الله يحاسبني لما رحت للسويد وزارة مدينة مالمو في السويد ثلاثة أرباع اللي التقيت بيهم من المختربين العراقيين وطالبي اللجوء إلى السويد هاي بالألفين وثلاثة عش نهايته ها أول ما ألاقيه سلم عليها هلا وستاد شلونك كذا فلان قناة شلونه دي شوف برامجك حلوة وهاي خلصنا من الازدحام وخلصنا من السيطرات هاي أول ما يحتي وخلصنا من الحصة والكهرباء يجينا الحمد لله هنا بالسويد تمام شوية فلوس قليلة بس مرتاحين وعايشين مثلا يعني أول ما يذكر المواطن الذي يترك العراق أول ما يذكر يذكر الازدحام الازدحام مش ولد انه القهر الضوجة الاختناق انت من تقعد بالسيارة وهذا عوادم السيارات الاكزوست ينطلق عليك ثلاثة أرباع ساعة تدى تموت بدون ما تعرف تجتم ثاني أكسيد الرصاص وثاني أكسيد الكاربون وهتان الغازان أو هذان الغازان صحيح الأصح هذان الغازان يموت الإنسان يقتلان الإنسان واذا توغل في رئة الإنسان الرصاص وأصبح تراكم يسوي إلى تدرن بالرئة وقد يؤدي إلى الوفاة إذا صار accumulated off يعني هو هذا الليد أو الرصاص إذا تراكم هاي ما محسوبة اليوم أي مواطن خلي طلع منديل عبيض من جيبة هاي منديل ويخليه فوق السطح بالحبل من نص صباح إلى المغرب خليه باوع المنديل شون تحول لونه سيتحول إلى الرمادي أو الأسود ليش هاي الأبخرة والغازات كلها إحنا دا نستنشقها الريد نكمل نسولف حتى لا نبقى بس بالسيطرات هل يبقى المجتمع هكذا شنو دور الشباب انتو دوركم الشباب شنو لازم تدققون ولازم نعرف انه السياسيين عدوا العدة هاي هس السياسي ما راح يجي راح يطلع بالتلفزيون وقال لك لا عيني أنا رشيح لا يا أبي أنا ما رشيح خلي خلي الشباب يأخذون فرصتهم لا تنغشون المجتمع العراقي سمعونه سمع العزاوي لا تتقشمرون مرتين خاف يطلع هاي الوجه الكالح لهذا المسؤول أو ذاك الذي سرق المال العام باسم الدين باقونا الحرامية باقونا باسم الطائفة وباسم الدين وباسم العقيدة وهو كذب وهراء واني قلتها اي طائفة روح انطوني طائفة مذهب سنة شيعة صابئة توركمان كل دواشوريين اكراد خليجون يقولون مرتاحين وشبعاني انا قدم استقالة من الاعلام وروح ابيع باقلة بدهن الشرف ابيع باقلة بدهن لا ننسى انه من يتكلم عن هذا وذاك وكذا هو اول المنتفعين ونحن اول المضحين هو اخر من يضحي واول من يستفيد احنا اول ما نضحي وبالاخر هم ما نستفيد وراح يجونه حتى يكون امام الله انا خليط طرفي هاي الوجوه بعضهم المكررة السياسية عبالكم بتعو في العراق هاي الرقبة حاسبوني طلعوا من هسه وهناك السارق وغير الشريف وغير الامين اذا خليت طلبت ما هو التغيير تغيير هسه احنا اريد اجني التغيير شنو التغيير ما الذي تغير في العراق احنا يقول صار تغيير نعم شنو بغداد خربت مناطق بغداد امتلأت بالنفايات اي شارع اي شارع كلمة مطلقة عدى المطار اي شارع والخضراء لينهي عيني هي الدولة اي شوارع من مناطق ودوائر بلدية بغداد قاطبة انطوني شارع ما بي حفرة انطوني شارع ما بي مطب سواء اصطناعي او بفعل الامطار ماكو كل شوارع بغداد محطمة مهدمة اما نفق قناة الجيش وجسور قناة الجيش فاخليها سنت يعني واحد يسكت احسن احسن بكثير لان مأساة التغيير ينبغي ان يكون في المضمون وليس في العنوان فهسا ارجع واذكركم هسا السياسيين يتسووا جو للمناطق عن طريق احزابهم نشراوا منه مهندس منه ضابط زين وين هذا الاعلامي المعروف بس ما استقل جيبونا يا بوية احنا نحبك يا بوية والتموتري تخدم شعبك لك لا توقعون بالغلط ايها الشباب يا طيبين سمعوا مني هذا اللي راح يصير راح ياخذون نخبة من الشباب غير المعروف سياسيا حتى وصورته باب الشرجي وبباب المعظم وبعلاوي الحلة ويمقد دوري ابو الباقلة وقاسم ابو القصف فالحة ابو العنبة وغيرها هاي المناطق حتى وصورهم ها وقال لك انتخبوا الشريف المستقل افلان ابن افلان الذي يخدم الشعب جو المساكين يا با هذا مو سياسي ولا برلماني لا يا عمي هذا مولو السياسيين نفسهم وطقوا له صور وحطوا له رصيد وقال لولا نشتري لك بيت وسيارة ونزوجك ونخلي كثري زمانك بس حصل لنا اصوات قسة واحد يقول والله حرنا هذولي من انتخبهم هاي الوجوه الجديدة من انتخبها شن سوي انا اقول لك دقق يا اخي يا اخي هذا من يطلع المهندس فلان يا بتا وين شنيت شو ما شا فيك بالمجتمع تسويت لنا وين تداوم اسأل اروح الدار تهاذك واش آدمي لو من هذا الحزب انتمه هسه جديد فاش راح يصير انت على فطرتك رح يتطيت صوتك جمع سبعمية ست بيت ألف مئة ألف اخذها منه رئيس الكتلة اللي خاتل ضام روحه طلع بمؤتمر وقال مواني وروح امي هم جماعة نازلوا وليه وقال لولي صير عمي الشعب يريدك وطلعوا لي هوسون ذولي هاو 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 ها عيني وما سوينا لا أول ولا تالي ولا يصير برأسنا خير تنبهوا ألف رحمة الوالديكم دققوا دققوا بهذا الإنسان عرفوا شنو أصله شنو تاريخه وين يشتغل جابوا من الخارج بس الفين مثل البعض جونوا هنا وقل لكم والله استحرم يا أخو يا هاي هاي شرعا ميجوز والله العظيم في إحدى المرات واحد إعلامي ما أقول اسمه هذا الإعلامي كل ما أروح له أهلا أهلا أخي ويسبح بس مو بثل هاي سبحت خشب لا ذي تسبح مية واحد فأني يعني ويا قرأت نفسي قلت هذا شكرا طيب ومن أهل الله وهاي المهم قاعدت داشرب شاي بهاي القناة الفضائية جوني مجموعة من الزملاء شون قلت له ما أقولكم هذا اللي 24 قالوا عمي هذا عنده أربع محلات بمجمع المشين ما أخذها بالعفرته شلون قالوا ما ينطي وياهل يجو وقال له هامو هاي شرعا ميجوز تاخذ من عندي واني احنا موحرنا أسمو الريد واحد أنا الريد واحد يطلع يريح يبرد قلبي يقول آبا أنا موزين عمي بقدكم وعمي لكم الحق والرأي والأمان الافليسات البقدها بعد انصرفا والله العظيم أقدره واحترمه وقبله من جبينه لأن حيش الصدوك يعني ما أكلم عني أنا باقنا وانهزم هسا يبوقك عينك عينك وما يكتفي بهذا الكلام يبوقك ويأكد انه هو صح وانت غلط ناخذ فاصل فهذه أغنية حلوة نشوفي يطلعوننا ياها الأخوان وأرجع أكمل وياكم موسيقى 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 بين التجار وبين جهل المسؤولين عن ملف الصحة في العراق هذا جهل طفل الأمعاء مالته والمعدة مالته ما متكاملة في طور النمو وياكل هذا الشبس المليء بهذه المواد الجرثومية والبكترية وغيره هذا رح يسبب عنده قولون وبما أنه القولون عنده ينمو بعده ما متكامل قد يسبب كنسر سرطان شوفوا شقد نسبة الأطفال المرضى بالعراق وقارنوها مثلا في مصر في الجزائر في السودان حتى ويا السودان ما نقدر نتقارن أما دول الخليج فلا عيني غير شكل دولي صاروا في مصاف دول أوروبا لينتنبهوا كل مشاكل المجتمع استفاد منها الخليجيون الخليجيون أخذوا العبر والدروس بالحروب بالملفات الاقتصادية أصبحوا يصدرون إلى دول كانوا وهم يستوردون من عده الحياة عدنا بالعراق إذا بقت أنا مع لي وهاي ما تعنيني وأني والله مو يمي يم المعنيين لا والله نقرأ السلام على هذا البلد لا لازم نقول كل هاي القضايا احنا معنيين بيها احنا كأفراد والذي يعتقد أن مسألة الشارق لا تعني الأمانة بل تعني المرور هو واهم المرور والأمانة والمواطن هما قواسم مشتركة لخدمة الطريق ولخدمة البشر نحتاج إلى جيل من الثقافة والثقافة تبدأ بالبيت كل بيت بالعراق يعني ما أقول الكل لكن أغلب أو النسبة الكبيرة من بيوتات العراقيين فيها مركبات سيارات أنا شايف في منطقة نبيت بي خمس سيارات وخمسة موظفين كل واحد يطلعون كلهم بسيارة يقودها واحد يوزعهم ببوكت ويروح الدائرته ومن يطلع يلمهم ويجيبهم ليش ما نفكر بهالطريقة راح يخف الشارع ويخف الزخم وبالتالي ما راح نضايق للمرور ولا المواطن ولا نحفر الطريق ولا الشارع ولا الهوى اللوثة هاي ثقافة مجتمع إذن علينا إحنا كإنسان يعني كبشر كأناس أن نفكر كإنسان أنا أفكر كيف أغير مقدرات حياتي نحو الأفضل نبدأ بمن؟ نبدأ بالمسؤولين قلنا لازم نفرزن ونعرف هذا شنو المسؤول عن شنو يجي عن شنو دي يقول بالتالي لازم المرحلة القادمة ما بيها سماح بعد بعد ما كوا دربونة حلوة وشارع جميل ورصيف حلو يخبل يجون يحفروه ويدمروه ويعفوه خراب والله دنشيل نجيب مرمر ولا دنقلع المرمر بالجزرة ونحط تراب دنشيل الزرع ونسوي تبليط هذه الثقافة لازم تغادر أخواني ولازم يصبح عندنا وعي أنه أيام زمان لما قمنا نحلف بالمجتمع العراقي البغدادي هذا الكلام مو من فراغ وإن بي ألم لكن أيام زمان ببساطته لكنها محملة بعبق الماضي الجميل بعبق التلقائية والتسامح والطيبة أيام زمان عندما احتل العثمانيين بغداد والعراق قاطبة أرادوا أن يستدلوا على المجتمع هاي وين؟ هاي بالعشرينات بالألف وثمانمية وثمانين مو بالتسعمية ولا بالألفين ألف وثمانمية وثمانين وألف وثمانمية وتسعين أصر العثمانيون الأتراك أن يوضعوا مقاهي وهي عبارة عن محال بسيطة يوضع اتخذ فيها من الخشب وبعض الحصران البسيطة المجردة وتكون تجمع لمناطق بغداد نواة المقاهي اللي كانت تسمى بأسماء مناطق بغداد قهوة مجيد الشيخلي قهوة حوري اللي هي قهوة المراسمة قهوة أبكلثوم مقاهي كثيرة مقهى بيروت مقهى كذا شابندر وغيره كلها وجدت لتجمع النخبة المثقفة من المجتمع أيام زمان كان ماكو تلفزيون ولاكو راديو فيضطر المواطن يقضي سهرته ومتعته وياما ويرفاقه إما في العمل أو في المنطقة يتجير هذا الموقف ويتبلور ويتفق الجميع على قرارات هي في المقهى تنشئ يجي واحد سلام عليكم السلام أهلنا بقدوري شونكم الله بالخير جابوا للشاي طلع السبحة عدى النفسه قالهم يا جماعة العقد مالتنا أظلم وهذا صاحبنا اللمباشي مده يجي حطنا النفطات الهاي الفتائل قبل ماكو كهرباء برأس كل عقد بالبداية وبالنهاية فانوس ويحطو له فتلة وفي الضياء الأخير وقت الغروب يجي اللمباشي يرفع الفانوس يحط له نفط مقياس على قدل الصبح للفجر قبغة وعلقة وهكذا تتنور شوارع ودرابين ودهاليس بغداد بالفانوس واللمباشي إلى دور كبير اللمباشي القطاع عن هاي المنطقة بالفضيل عشرين يوم ما يجي قاعدوا بالقهوة قال له لحجي خل نحكي ويام اختارنا وخلي واحد من الولد نسويه لامباشي شمدوا بحنا نظل ظلمة شوف التعاون وباعوا القناعة وعدم الجدل السقرار يطلع البرلمان هذا يجر بالعرض هذا يجر بالطول هذا يجر كذا أيام زمان إذا الدربونا ظلمة اتفقوا بالمقهى اللي أوجدها العثمانيين وأرادوا من إنشاء المقاهي يسا واحد يقول شي يساهم بالقهوة يابا رادوا إنشاء المقاهي لغرض التنظيم في الحياة لما يسئلون على واحد لما يجون يطلبون معلومة عن واحد يتقدم مثلا بوظيفة قل نقول أو يردون يستفسرون عنه يجون للقهوة القهوة قاعدين العارفة رأسا ينطوهم تفاصيل حقيقية بدون تزييف عن هذا المواطن مثل ما ذكرنا حتى لنظل نعيش بالماضي وإحنا لا الحاضر ولا المستقبل نقدر نتكلم عنه بهذه الروحية النوعية والتقدم حتى ما حصلنا جزء من تقدم العالم السبب يكمن بينا لازم نغير ونتفق لازم نتعلم إذا صديقك خالفك بالرأي يحترم وجهة نظرة مو تزعل منه شباب هل وكيت أسألهم ليش فلان ما تحكي ما يفيد ليش يمعود يحكي فتحكي ويفرض إرادته وتشعليه كفي هاي وجهة نظرة عنده وجهة نظر معين احترمها وذا ما اقتنعي تقول له وجهة نظرك بس لا تختلف وتزعل ويا اتصالح ويا نفسك ما عليك بالسياسيين احنا حتى ننجح لنترك ونعزف عن الاصطوان المشروخة السياسي وبرلماني خلينا نهتم ببناء المجتمع خطابنا احنا في برنامجنا في قناة النهار إلك للبيت البغدادي للعراقي من الشمال إلى الجنوب انت معني عندنا حتى الأكراد معنيين لأن اللي دي يصير عنده الأكراد أمر وأتعس بما يصير عنده ديروا بالكم تتوهمون انه الأكراد مرتاحين وشبعانين لا عمي لا غلطانين روح يسيروا بس دققوا ببيوتات الأكراد وباعوا الضيم والظلايم والمجاعل اللي عندهم شغل ماكوا مليان السوق باربيل وسليمانية ما حد يشتري منه يشتري بس هالبغداد والمهجرين غيرهم ما حد يشتري لازم نعرف انه ذا ريد انغير من تواتر المجتمع ومن مشاكل المجتمع لازم نغير بأنفسنا نبدأ بنفسنا نصلح حالنا نتسامح نتصافح اليوم انت زعلان باشرة فائل يا أخي تنازل روح اعتذر عمياني انت صيحت علي وصلت عصبي بساني اعتذر منك واسامحك شوف الشون خجلته شون راح يقوم يبوسك بالرأسك ويقول لك والله انت أحسن مني لازم هالشكل الصير عندنا وتتوفر ثقافة التسامح بالتسامح وبالمنطق الحلو الله سبحانه وتعالى يلتفت لهذا البلد لأن دائما نذكركم حيث ما تكونوا يولى عليكم خلين نصير طيبين متسامحين الله يسلطنا الزيان ويجيب انه المتسامح مثلنا اشكركم وان شاء الله نتقيكم بحلقات قادمة اكتبوا على عنوان قناة النهار عراق في مواقع التواصل الاجتماعي برنامج سوالف النهار او حديث النهار اعداد وتقديم فلاح العزاوي اكتب ما لديك من معلومات شكاوي واذا عندك وثائق تزلياها بالمواقع حتى اخذها سكنر او بالفايبر على عنوان قناة النهار عراق وراح ناخذها ونحطها بعيننا ونقراها ونتابعها لكم اشكر متابعتكم اتقبلوا التحية من جميع العاملين ونلتقيكم ان شاء الله بالخير والامان في امان الله اشتركوا في القناة